مباراة صعبة مباراة مهمة زي ما كريم قال عندنا او نادي الاتحاد عنده مدير فني متميز عنده مجموعة جيدة جدا من اللاعبين نتمنى ان احنا نشوف مباراة تليق باسم الفريقين سواء نادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري وانا بتكلم على نادي الاتحاد السكندري الحج محمد مصلحي يعني انا انا رجل اسكندراني واعرف الحج محمد مصلحي من حوالي 20-25 سنة الحج محمد مصلحي واحد من افضل الشخصيات اللي تقدر تتعامل معها شخصية محدد ومن حق كل رئيس نادي انه هو يبحث عن افضل شيء لناديه من وجهة نظره ومن وجهة نظر مجلس ادارته بالمناسبة يعني الحج محمد مصلحي بس الميزة بقى في الحج محمد مصلحي لما بيجي يطلع يتكلم على النادي الاهلي او فيما يخص النادي الاهلي بيتكلم بكل حب وبكل وده وبكل ترحاب وبكل احترام كل حاجة الحقيقة لكن من حق الحج محمد كرئيس لمجلس ادارة النادي وفي مصر طبعا انه هو يبحث عن مصلحة ناديه بما يرى مناسبا فانا مش عايز برضو جمهور النادي الاهلي يزعل من حد في الاتحاد السكنداري لانه زي ما قلتلكم عندنا مجلس ادارة مثلا في النادي الاهلي فبيبحث عن مصلحة النادي الاهلي لكن الاحترام المتبادل اللي موجود دايما ما بين رئيس نادي الاتحاد السكنداري ورئيس نادي الاهلي اعتقد انه ده سيظل موجود لان الاتنين شخصيات محترمة شخصيات محترمة مش بيتكلموا اي كلام ولا بيقولوا لا طلعوا يتكلموا في الوقت المناسب وحتى لو ليه او هناك اختلافات في وجهات النظر بيتم تداولها ما بين الناديين بشيء من الاحترام او بشكل كبير من الاحترام اللي دايما احنا بنحب كده احنا ممكن جدا انا اياما بختلف مع ناس كتيرة جدا ولكن لما بنيجي نتكلم بنبقى عارفين ان احنا جوا قناة النادي الاهلي بنبقى عارفين ان احنا بنتكلم باسم النادي الاهلي او بقناة باسم قناة النادي الاهلي وبالتالي يجب ان يكون هناك شيء دائم من الاحترام ما بيننا وما بين الجميع ممكن نختلف في وجهات النظر ولكن الكلام لازم يبقى فيه احترام كل الناس اللي بتتكلم بدون احترام يعني اعتقد ان هم ما بيبقوش دايما ليهم حب او نسبة حبهم اكتر من الباقي اشتركوا في القناة